صباح الخير مرة ثانية لكل المشاهدين. بداية اليوم وأول آيتيم اللي حكو عم نتحدث عنه بتاكنولوجيا اسمه إيكوفلو. إيكوفلو هو عبارة عن هالدفايس يعني أكبر من باوربينك بشوي. لح نكون عم نحضر فيديو عنه حجم هالدفايس كبير. ولكن من نفس الوقت الغيء من وراء إنه مش بس لح تكون عم تحملوه. أنه يكون عم يتنقل معكم خلال النهار يعني. لتكون عم بتشرجوا السماتفون تبعكم. هيدا هو إيكوفلو. الغيء والفكرة الأساسية من وراء إنه يكون عم يعطيها طاقة كافية لهالدفاي. وخاصة إذا كنا عم نظهر نقضيئين بالطبيعة. وبما إنه التكالي كمان على الإلكترونيك السر عم بزيد بعد أكتر وأكتر. فإذا كنا هيك جروب مخضوم جمعة كبيرة. بعتقد بتكون طاقة كافية لتقدروا تكون عم تشحنوا السماتفون. أم حتى غير بلاينتزز اليوم هنا بيكون بدون كهرباء. مثل ما كنا عم نشوف في عدية كونيكشنز موجودين متوفرين له لهالبرودك. بيعطي قوة أكتر من أربعمائة وات يعني عنده الانتنسيتي طبع القوة اللي بتكون عم تطلع منه. ومن ناحية الكهرباء وقدي لحك يكون عم بيشارج ديفايسز. يعني السماتفون بعتقد فيكون تشارجوهن أكتر من برياحة يعني أكتر من عشرين مرة. الفكرة أنه مش بس تشارجوهن السماتفون كيف كنا عم نحكي. إنما أكتر تكون عم تستعملوا باو دو اكتيفتي زن كان حتى عم تكون بروجيكتر عم تستعملوا لبروجيكشن. كل هالأمور ممكن تكون عم تاخد طاقة من هالديفايس. ولكن الفكرة الأحلى كمانا منهن هو إنه كيف ممكن نكون عم نشحن طاقة الأساسية فيه. أولاً ممكن نكون عم نستعين بالكهرباء الموجودة بالسيارة. فبحال كنتوا عم تعملوا هالتشارجينج تكنولوجي من خلال السيارة. هتكون عم تاخد حواله ثمين ساعات تريباً. سبعة لثمينة. بحال كمانا كنتوا موجودين بالطبيعة. وما بتكون تكون عم تستعملوا السيارة. بينما بتكون تكون عم تستعملوا هالطاقة المتجددة. لهستو أنه كان فيه سولر بانيلز يلي ممكن كمان نكون عم نستعملون. لنسحب هالطاقة من الشمس ونحوالها كهرباء. والوقت يلي بدون يهون هو حوالها العشر ساعات تريباً. في سكرين قطعت بالفيديو بتعطينا إنديكيشن على قدي بعد فيه كهرباء موجودة هونيك. قدي بعد بالضاين كم وقت. وعدد الدفايسيز يلي هني سيكونوا كونكتد. هذا كان أول برودكت. لحن نروح على تاني برودكت. نطلع شوي من عالم الكهرباء. ولحن نروح على برودكت تاني سنحكيين عنه عدة مرات بتكنولوجي. من ناحية الفكرة. ولكن هيا غير شركة اليوم عم ترجع تقدمنا نفس التطوير. نفس السيرفيس والبرودكت يلي ممكن نحن نستعمل. اليوم بحقيتنا اليومية صار في عنا بطاقات مختلفة من عدة مصاريف. إن كان كردد دابت. صار في عنا لويلتي كاردز يلي هني ريوويد كاردز. إذا في محالات نشتري منهم كتير. هيرو لا. بحكي عن برودكت اسمه فيوز كارد. والغاية من وراء أنه نستبدل هالبطاقات يلي كتير كتار صاروا معنا. فيوز كارد؟ نعم فيوز كارد. فالفكرة من وراءها أنه هالبطاقة لستقدر تحفظ كل البطاقات يلي عنا هي هون. مثل ما عم نشوف هون من خلال أبليكيشن لقلق. ويصيروا هني كونكتد على البطاقة اللي عندي كيها ليصير كل شي موجود بكارد واحد. يعني بدل ما أكون عم بحمل أنا عشر بطاقات. ثلاثة منهم لهذا البنك ووحدة منهم لغير بانك مثلا. وفي عندي الكارت تبع الباركينج بالموليت وكارت الريوورد بروغرام ما بعيد فوين. وبطاقة الجيم. كلا على الكارد؟ كلهم. بطاقة؟ على وحدة. وكيف أعرف أي واحدة عم استخدم؟ بلاحية في سكرين تحت بتنقي أي كارت بدي تكون عم تستعملي. لذا يستعمل بياناتهم. تقطع بياناتهم. وبتنقي شو البطاقة يلي تبدي تكون عم تستعمليها. بس قدي حساس هالكارت يقدر يشتغل بطريقة؟ أكيد ما مينحط بالجايب. بلا بلا. هلا هالكارت كيف يشتغل؟ بيستعمل السوايب تكنولوجيا هي نفسة يعني مثل غير بطاقات. مثل ما عم نشوف هون. أم فيها نكون عم نستعمل هالتشيب. يعني ما اليم في نحنا كمان من قلة. يلي وقت بيطلب منها نحط من كود. أوكي. ثم مهما كان نوع البطاقات يلي هنكوني هون اليوم. تجمعهم كلهم بي بطاقة واحدة؟ عم تجمعهم كلهم بي بطاقة واحدة. إنكلودين الريورد كارت. هنجد تصاروا كتير كتير. والغاية من وراها إنه تقدر تسهلنا حياتنا. أكيد في أبليكيشن لقلة موصولة على السمارت فون. هناك تنقوش والبطاقة التي كمان تستعملوها. إذا لم تكن تلجوا للسكرين مثل ما كنا نشوف هون. فمختلف هالأمور تكون أكسس عليهم من خلال فون أب. ومش بحاجة سرنا إلا لهالبطاقة. ولكن إذا ضيعناها. فيك عادة بالتفكية من الأبليكيشن. من وقفة من السمارتون. فمن ناحية سيكوريتي ومن ناحية. حتى أقمن من أن تضيعي هولديك البطاقات. لأن إذا ضيعت كل المحفظة بها هولديك البطاقات. فجد أيضا أن تفعل منك على بطاقاتهم كلهم. وستندات أو عملات. وستدفع أحيانا أن تصل ما وضعوا البطاقة. اليوم وقد تضعهم هذه البطاقة الأمر. فبقفنا أن يتم تفعلها. وليس يستعملها أخر. ACHT يستعمل بطاقاتك. فقد ستصتح لبيطاقاتك الأدام. وقد تضميها كل هذه البطاقات الأمر. بمفتابة والآن. نعم، أن تستعمل لا يدام بطاقاتك الأدام. هذا كان رئيب أخر من فوس. اليوم يسهلون لنا حياتنا بوسيلة الدفع كمان التطور يعني هلأ اللي عم نشوفه بها الاندستري خاصا بالبيمنتس انه بيضلوا هون ولا بينقلوا بعتذر منك إلي عندنا المباشر وإن شاء الله بنرجع